ثماني نصائح مهمة لحماية أجهزتنا الشخصية من مخاطر الإنترنت وتفادي التعرض للجرائم المعلوماتية وحماية معلوماتنا الشخصية من السرقة والاستغلال أولاً، ينبغي حماية أجهزتنا من الفيروسات والبرامج التخريبية وذلك بتثبيت برامج مكافحة الفيروسات وتحديثها بشكل دوري كما يجب عدم فتح مرفقات البريد الإلكتروني دون التأكد من هوية المرسل وينبغي أيضاً تجنب تركيب أو تحميل أي برامج من مصادر غير معروفة أو غير موثوقة ثانياً، الحذر من برامج التجسس والدعاية التي يمكن تفاديها بتثبيت برامج الحماية القادرة على اكتشافها ومنع تسللها إلى أجهزتنا كما ينصح بتجنب الضغط على النوافذ الدعائية وإغلاقها فوراً وينبغي كذلك تجنب زيارة المواقع المشبوهة ثالثاً، عند اختيار كلمة السر ينبغي الحرص على أن لا تقل عن سبع خانات وأن تتكون من خليط من الأرقام والحروف والرموز وأن تحفظ دوماً في طي الكتمان كما يوصى بشدة بتجنب استخدام معلومات شخصية عند تكوين كلمة السر مثل أرقام الهاتف أو تواريخ الميلاد وينبغي أيضاً تكوين كلمة سر مختلفة لكل حساب مهم مثل حسابات البنوك على أن تكون كلمة السر سهلة التذكر لتجنب كتابتها على ورقة ويوصى دوماً بتغيير كلمة السر بشكل دوري رابعاً، ينبغي تحصين أجهزتنا بالجدار الناري فهو وسيلة حماية إلكترونية فاعلة تمنع المخترقين والبرامج غير المصرحة من اختراق شبكاتنا الداخلية والوصول إلى معلوماتنا السرية وتسريبها خامساً، ينبغي علينا تحديث أنظمة التشغيل وبرامج التصفح في أجهزتنا بشكل منتظم فالشركات البرمجيات تقوم دائماً بإرسال تحديثات أمنية ضرورية حرصاً منها على سد الطغرات التي قد تكتشف في برامجها وأنظمتها سادساً، تصفح الإنترنت يجب أن يتم بوعين ومسؤولية فسلوكنا له تأثير مباشر على سلامة أجهزتنا لذا، ينبغي علينا أن نمتنع عن كشف معلوماتنا الشخصية الحساسة مثل أرقام الحسابات والبطاقات الإتمانية إلا لمواقع آمنة وموثوقة وينبغي علينا دوماً تجنب زيارة المواقع المشبوهة التي قد تحاول اختراق أجهزتنا عبر الثغرات في متصفح الإنترنت أو برامج الحماية القديمة وحرصاً على سلامة أجهزتنا ينبغي دوماً ضبط إعدادات الأمان في متصفح الإنترنت عند المستوى المتوسط على أقل تقدير سابعاً، تعد معلوماتنا ثروة لا تقدر بثمن لذا علينا دوماً الاحتفاظ بنسخة احتياطية لكل المعلومات الحساسة في أجهزتنا وتخزينها في مكان مستقل وآمن فقد تتعطل ذاكرة الجهاز وتتعذر إمكانية الحصول على هذه المعلومات القيمة ثامناً، يجب الحذر من الوقوع ضحية المواقع الخدعة ورسائل الاحتيال المفاخخة فهي تعد من أكثر الأساليب الشائعة التي يتبعها المخترقون لذا ينبغي التنبه من المواقع والعناوين المزيفة وأفضل وسيلة للتعامل مع أساليب التحايل والخداع هي بتجاهل الروابط والمرفقات والقيام بزيارة الموقع الأصلي لتأكد من الرسالة أو بتفعيل خاصية مضادة لتلك الأساليب اسمها فلاتير التصيد فيشينج فيلترز وختاماً، فإن أهم سبول الحماية أثناء تصفحكم هي وعيكم ومسؤوليتكم معاً ضد الجرائم المعلوماتية اشتركوا في القناة